اشتركوا في القناة في سنة 2015 اشتغل على كل الجوانب اشتغلنا على الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وحتى الدولي لان تتحدثون على اهم الروبرتاجات الشروق نيوز او ميكروفون وصل الى اهم المناطق التي تعيش نزاعات في الدول العربية هناك صحفيين قاموا بروبرتاجات في كوباني وفي العراق وكانوا بجانب وفي ليبيا ايضا ليس ممباشرة في قسم الروبرتاج لكن بروبرتاجات مطولة هذا من بين اهم الانجازات اضافة الى بعض الروبرتاجات اخرى قاموا بها زملاء في دول اخرى ودول الجوار وهنا في الجزائر ايضا نعم هناك ايضا القسم الروبرتاج غير محصور في بعض الصحفيين فقط لاننا نعتمد ايضا على كل الاقسام التي تشتغل بقانة شروق قسم الروبرتاج يعني مساهمة القسم الرياضي وقسم الثقافي القسم السياسي والقسم الاقتصادي وحتى القسم الدولي والشيء الاهم هو القسم المحلي لانه يعتمد ايضا على المرسلين ونتحدث عن الحدود الجزائرية في الجنوب او على المناطق الجنوب هناك مرسلين يقومون بعمل جبار على هذه النقطة لمساهمتهم ايضا في اعداد الروبرتاجات امنية او اجتماعية من الجزائر العميقة ومن اقصى جنوب الجزائر هدفنا هو اننا نواكب احداث الجزائر سواء على المستوى السياسي الاجتماعي الاقتصادي او حتى الدولي لا نريد ان نكون بعيدين عن المواطن لابد ان نكون نواكب هذه الاحداث ونكون اقرب من المواطن انتمنى كل خير لكم الامة الاسلامية والعربية واتمنى كل ازدهار لقناة الشروق والزملائنا في الصحفيين والتقنيين ورجال الخفاء ولجزائر الحبيبة ان شاء الله